السلام عليكم والبنات مرحبا بكم في القناة معكم بشرة فيديو اليوم ان شاء الله سيكون فيديو الوجبة السريعة وزوينة والديدة سيكون بالتعاون مع صديقتي صاحبة قناة نهان النواعم مغربية عايشة بأكدير فالقناة ديالها جد رائعة وزوينة البنات نتمنى منكم تزوروها وتشوفو القناة ديالها لانه فيها اشياء متنوعة جدا فيها يعني كتابة الروتين تعمل وجبات تعمل اشياء ديال تجميل يعني تجد الدكور دكش ديال سباغة ودكش غير غير بوحدة هكذا فقناتها جد يعني زوينة هكذا ولكن للأسف تهي ما معروفاش فان شاء الله ربي يوفقها وتعرف قناتها يعني الناس يشتركوا فيها لانه صراحة تعمل واحد جهد كبير فان شاء الله البنات تزوروا القناة ديالها وكنتمنى تشترك فيها وتمنى اه تعجبكم ان شاء الله اه بالنسبة لوجباتيه اليوم اللي غدا تكون زوينة زوينة بزاف والديدة يعني وتغيير كث في الاكل ديالنا فانما قلت لكم ما كان بريد جدا كلا يعني يوميا نفس الاكل كان بريد تغيير اه فاول حاجة بغيت نوريكم طريقة دياليك باش كان نخزن بها اللازميتو اه لجوبنا المزارلة فكنجيب هكذا يعني كيس كان قطعه اه هو كيكون كيتباع هكذا صراحة فكنجيبوه ولكن كيعجبني هاد النوع لان هاد النوع هو اللي كيستعملوا المحلات فانوا هاد مرة كنت في حد المحل وشبتم كي عملوا من هاد النوع مشيبقيت كنقلب عليه حتى لقيتو اه فكنجيبوه وكنقسموه هكذا كنحطوه في اكياس وكنخليه الوقت اللي كنحتاجه مثلا الجبنة يعني كنطلع كيس او لكن ناخد نص ديالو فقط هالطريقة يعني مريحة صراحة وكت ما كنتقاش كل مرة هكذا يعني نخرج الكيس ونرجعو لانه هادك يكون يكون غلط وفي ضرر على الصحة اه فاليوم ما هاد الوجبة ديالي كما قلت لكم البنات في هالبادنجان يعني قد تكون صحية وزوينة والديدة واقتصادية في نفس الوقت اه هنا يجبتو البادنجان حجم كبير او لحجم متوسط على حسب عدد الافراد اللي عندكم اه دهنتو بقليل من الزيت الزيتون او لزيت العادي قليل فقط نفرشولي ورق الزبدة ما عندكش ورق الزبدة ممكن تهني ثانية بقليل من الزيت وتحط البادنجان فقط غير باش مي يعني باش مي يسقش لنا على آآ ثانية بعد ذلك غدا ندخلوا على الفرن الفرن يعني يكون هكتا آآ شوية آآ سخن يكونوا مشغلينه من قبل كنتقب البادنجان من الفوق انا هنا يمشات لي ديك يعني ديك اللقطة كنتقبوه من الفوق هكتا او لكن شرطو فقط باش غير ذك آآ الماء يتلع منه قرر شغلي قليل من الملح وكندخله للفرن كنخليه حتى كي يعني آآ تكيد بالآآ مزيان مره مره نقلبوه بعد ذلك غدا ندوز الحشوة هنا كما قدشوفوا آآ غدا الحشوة قندير فيها كفتة آآ بالنسبة للبصل هذا فرا قد ندير واحد البريوات او لا السامبوسة كيما كيقولوا اخواننا آآ المصريين قد نعملها بالسبانة نخو البصل وفقط البهارات بالنسبة للكفتة يعني الطريقة العادية مع بصيلة هكداية نحمرها مع بصيلة مع شوية البهارات شوية التوم فقط يعني بالطريقة العادية اللي غالك نستعملوها آآ بالنسبة لحشوة آآ ديال البريوات فأنا هنا عملت واحد البصيلة صغيرة قطعتها احتس مع شوية الملح تكدبل بعد ذلك نحط عليها السبانخ آآ وبعد ذلك غاد نحط عليها التوم البهارات آآ الفلف الأسود يعني الفلف الأحمار آآ الكمون فقط هكذا وكن خليها احتكت الدبل قليلا فقط ما كان دبلاش بزاف يعني باش ما يمشيش منها هذك المفعول آآ اللي فيها وكن حيضها من فوق النار وأيضا كان حيض الكفتة من فوق النار ما كي ياخدوش وقت نخليهم يبردوا واحد شوية ومن بعد كان بدأ آآ نحشي بيهم كما غاد تشوفوا معي آآ كما كتشوفوا هنا البنات بالنسبة للكفتة اللي غادي نحشيوا بها البدنجل فأنا عملت فيها الهارات اللي يجديكم يعني شوية فلفل شوية الكمون شوية ديال كذبورة وهنا ضفتوا حتى شوية ديال ديال الهريسة اللي كانت عملت معاكم قبل آآ فاكل اللي بغيتوها حارة ضيفوا شوية ديال الهريسة فقط أو اللي ضيفوا الفلفل الأحمر آآ الحار آآ ما بغيتوهاش خلوا اغيرها كده كدروا شوية بس الفلفل الأسود وضفت أيضا شوية ديال باقتونس للكفتة وشوية ديال باقتونس لحشبة آآ البريوات أو للسامبوسة فأنا هنا كما كدتشوفو يعني في نفس الوقت آآ ما بغيتش نضيع الوقت في نفس الوقت يعني مشغل على هادي ومشغل على هادي باش نكسبو الوقت وباش آآ يعني تكون الوجبة ديالا السريعة وتكون يعني آآ يعني هاك دايا في آآ في وقت آآ شوية قسير فأيضا نضفت شوية ديال نماطين باش تعطيني للك اللون ديال الكفتة آآ بالنسبة لحشوة البدنجان آآ هنا يا بعد ما خلصت بردولية خلتهم بردو وكان جيب آآ جبتو حشوية ديال المشروم آآ وشوية ديال الزيتون ضفتو على آآ هاديك الحشوة ديال البريوات هنحركها وغدا نجيب الورقة ديالي وغدا نجيب الجبن أيضا هاد الجبن غدا نستعمله في البريوات ديال الجبن المزر اللي وردها ليكم ما عندكمش ممكن تستعمله الجبن هاداك مربع ديال ديال الخبز سانداوتشات او ديال الطوست ما عندكمش ماشي مشكي ما تستعملوش فقط هاك دايا كي يجي لديد كي يجي زوين وكي يجي صحي غير بالنسبة للحشوة البنات ممكن تستعمله ايضا في المعجنات كتجي فينا يعني كتجي زوين في المعجنات ان شاء الله غير هاك دايا شوية ونتم تنذير لكم معجنات صراحة كي نفعوا في هذا البرد لانه البرد معروف انا بالنسبة لي لغير كيدخل البرد يعني كيتسوي اللي عندك طول الوقت باغت تاكله طول الوقت يعني مكتر البرد كي يجي بالزوع فالمعجنات الزوين هناك دا يبقى فتلاجة مرة مرة الواحدة تشبههم او لاحتر الفطار هات سباني خطويني انتهو مايا وصحي للوليدات للمدارس فهنا يا بعد ما جبت هذيك الورقة ديالي وردتكم ورقة لي كنتستعمل كنجيبها هكدا هي طويلة كنجيبها هكدا غدا نعملها على شكل متلت كنلوي هذوك البريوات ديالي يعني كنحط شوية من الحشبة ديال السنبوسة والبصل وكندير شوية ديال الجبنة عليها هكدا وكلفها وكنقفلها بخاليط من العجين من الطحين وشوية ديال الماء كما قدشوفوه هكدا يغير باش ما تحلسين الوقت اللي تكون في الفورن او للوقت اللي تقليوها فعنا هنا ياخديت اللي غنستعمل الشيء تاني فرشت ليه كيس ودخلت المجمد حتى تجمد يعني وحدة وحدة هكدا بعد ذلك خزنتو هنا البادين جان عندي مني طلع من الفورن كما قدشوفوه راها اهوية كنحاول اني هكدا ننزل هذيك الحشوة ديال بدينجان لداخل نحاول اني نعمل هكدا يا حفرة باش لقافي نحط الحشوة ديالي للحشوة ديالي قسمتها على اربعة باش يجيني هكدا متساوين كندير الحشوة ديال الكفتة هكدا يعني كل وحدة كندير فيها واحد شوية كنزينها بالفلفل الحار وبالطماطم وجبت واحد شوية ديال ورق اللورو اولا ساتسي دناموسا باش تعطيني هكدا واحد طعم سوين هنا جبت صلصة درت شوية ديال الصلصة ديال طماطم خلطها مع شوية ديال الماء احطت على شوية ديال القصبورة شوية ديال ففل اسود شوية ديال الملح والماء فقط وغاد نديرها في صنية باش يطيب لي فيها هذك البادينجان ديالي وايضا غاد نحط عليا شوية من الفوق وايضا هالسلصة باش ناكلها يعني مع هاد البادينجان فهاد البادينجان ممكن تقدموا جن منه اه خبز اولا الروز يعني كما اه كما كتحبوا اه فهنا درت يعني كما شفتوا درت صلصة غاد نغطيه ممكن تغطيه انتم مبارق الزبدة من الفوق اولا الاليمنيوم وندخل للفرن ما كياخدش بزاف ديال وقش ربع ساعة هادا الشكل دياله وبعد ما اطلع من الفرن كيجي رائع البنات وما تشبعوش منه صارحة يعني شي حاجة زوينة هاكده خضوصة لعندك الديوف ممكن تعملي اليوم هادا الوجبة جنب يعني جنب واجبات رئيسية او لها كتك يجي فن فن وغتعجب يعني غتعجب اللي يجي عندك غتعجبو يعني لانه شي حاجة جديدة فانا هنا يا قدمتها مع الشربة ديال العذاث كنت تعاملها من قبل معاكم ومع ذي كستنبوصة دخلتهم للفرن ايضا او للبريواز وقدمتها مع الرز بالشعرية ومع واحدة السلطة يعني ديال تماطم والخيار والبصلة هكده يعني السلطة العادية وهدي كستوس كيما كتشوفو رها يعني هكده تقالت وتعلكت ولا زوينة يعني وهدا هو الشكل دياله بعد ما خرجنا بالفرن كانت منه تكون هادا الوصفة عجبتكم هالبنات وانتمنى تجربوها لانه سريعة جدا والديدة وزوينة وصحية في نفس الوقت ولا عجباتكم ما تنسوني شمالي اللايك ديالكم تخلو لي التعليق ديالكم من تحت ولا مازال جديدة في القناة ما تنساش تشتركي والضغط على الجرس باش تتوصلي بكل ما هو جديد ونقول لكم مع السلامة في فيديو تاني ان شاء الله اشتركوا في القناة